موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة موضوعنا اليوم من الكلمة من كلمة الله في الكتاب المقدس والآية بتقول وتعرفون الحق والحق يحرركم أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة لربما في شخص اليوم محتاج يختبر الحق ويختبر كمان حرية المسيح فالمسيح هو المحرر الأعظم اسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات في البداية من إنجيل يحنى بشارة يحنى لصاح الثامن من آية تلاتين وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم أجبوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الإبن فيبقى إلى الأبد فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا أحبائي نعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائي مرة أخرى حديثي اليوم من الآيات التي قرأتها بعنوان وتعرفون الحق والحق يحرركم إنجيل يحنى وبالذات الإصحاح الثاني يعتبر إصحاح محورة في بشارة يحنى فيحنى طبعا كتب الإنجيل بوحي من الروح القدس بعد سنين طويلة يعني الأنجيل الأخرى اللي هي البشائر الأخرى متى مرقص ولوقة كانت منتشرة في كل العالم أنا ذاك ولكن يحنى على الأرجح كتب إنجيله في حوالي سنة تسعين ميلادي أو ما بعد فهو مش بيمشي في سياق بكرونولوجي يعني في تسلسل مثل مثلا متى أو لوقة إلى آخره لوقة مثلا بيبتدي من النبوة عن مجي أو عن ولادة يسوع إلى صعود إلى السماء ولكن يحنى بيتكلم لليهود طبعا بيكلم كل العالم ولكن في فكرة كتير كتير مهمة هو دارس أو فاهم الفكر العبراني في العهد القديم ويحاول أن يظهر لنا السمو ورفعة وتفوق يسوع المسيح فيظهر لنا مجد المسيح هذا المجد مش اللي كان مجرد بحل فقط في خيمة الاجتماع أو في الهيكل هذا المجد اللي هو في شخص ربنا يسوع المسيح اللي بيتكلم عنه ويقول ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فبيتكلم عن يسوع المسيح حتى يضحض بضعة كانت مشهورة في أيامه بضعة الغنوصيين التي ترفض فكرة لهوت المسيح وترفض فداء المسيح أو مجيء المسيح في الجسد وهنا أحبائي في كل الكتابات بتشوف في إنجيل يحنى بيجيب الفكر العبري في العهد القديم وبحاول يوضح لنا تفوق المسيح ويظهر أنه كل الغرض من الإنجيل هو الإيمان في شخص الرب يسوع المسيح وأن يسوع المسيح فعلا جاء في الجسد لكن الذي جاء في الجسد هو الله الظاهر في الجسد وهذا بتشوفه في إنجيل يحنى الإصحاح الثامن بتشوف يسوع عارف القلوب فهو علام الغيوب فهو العالم بكل شيء وهذا طبعا يعني نستشف إذا هو بيعلم فهو القادر على كل شيء ويعرف كل الأحداث حتى أحطك في الصياق التاريخي لهذه الآيات اللي قرأتها كان في عيد وهذا العيد عالة في الخريف اللي بيسموه عيد المظال وانتهى العيد يعني لأنه بحسب إصحاح سبعة في اليوم الأخير من العيد وقف يسوع وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ولاحظ في الإصحاح الثامن في حدث بسير في نفس منطقة الهيكل القريبة من كل هذه الأحداث إنهم جاءوا بامرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني فالمسيح يظهر أو يفضح عدالتهم العرجاء ورياءهم المبرقع لأنهم أرادوا أن يجعلوا من هذه المرأة المسكينة وقودا لتغذية نيران حقدهم وبعد هذه الحادثة قال أنا هو نور العالم وابتدأ الحديث اللي أنا ابتديت في القراءة طبعا وبيستكمل في معجزة تانية في الإصحاح التاسع اللي هو يعني رد البصر للمولود أعمى عندما أقول بصر البصر والبصيرة أيضا هذه الحادثتين طبعا في منتصفها المسيح بتكلم لليهود فالخلفية التاريخية أنه المسيح كان وفي هذه الحادثة على الأرجح أنه كان قريب في منطقة الهيكل نفسي يعني أفكر في الخارطة أنه أوريك إياها قريب من رواق سليمان رواق سليمان قريب طبعا على أروقة أخرى رواق النساء قريب من رواق سليمان وأروقة أخرى والكهنة وبنفس الوقت قريب من ضار الأمم يعتبر زي ممر اللي بروح لقلعة أنطونيا وين كان بيلاتوس أو الحاكم أو الوالي بيجلس وفي نفس الوقت من هذا المكان تستطيع أن تنزل نزولا إلى وادي قدرون أو إلى سلوان وعالة أحباء هذا العيد يسمى عيد المظال هو واحد من الأعياد الرئيسية الرسمية التلات مثل عيد الفصح وعيد أو يوم الخمسين هذول العيدين بيكونوا عادة بالربيع هذا العيد هو في الخريف مثل هذا العيد بيجي بيتزامن مع يوم الكفارة يوم كيبور أو الفترة بيسموها ما يسمى رأس السنة رأس السنة العبرية هذا العيد مهم جدا بالنسبة لليهود بيذكرهم بخروج شعب إسرائيل من أرض مصر من أرض العبودية وطبعا المناسبة كان كل بيت يهود بيصنع مظال أو يعني زي عريشة وهذه العريشة طبعا بيعملوها من صعف النخيل وأشجار أخرى وبيجلسوا فيها بيتذكروا فترة البرية أربعين سنة أنه سكنوا في خيام فبتذكرهم في هذا الحدث ولكن طبعا كان يمارسوا عوائد كثيرة في هذا العيد وخليني عشان سياق الحديث أركز على عادات اتنين طبعا بحسب التقليد أو بحسب التلمود اليهودي فالعاد الأولى اللي كان بيمارسوها أنه كان رئيس الكهنة مع احتفال موكب كبير بياخد جرة جرة من الفضة جرة فضية وبينزل يعني بيصير من منطقة هذا الرواق رواق النساء والمنطقة الكهنة وبيصير في دار الأمم وبينزل من المدخل الجنوبي المدخل الجنوبي اكتشفوا اليوم هو بالضبط تحت اليوم اللي بيروح بزور البلاد بالضبط تحت مسجد الأقصى من هذا السلالم أو الدرج بينزل لوادي قدرون اللي بيتقابل مع وادي ابن هنوم وهناك في بركة مشهورة بركة سلوام مذكورة في يحنى تسعة عندما قال يسوع للأعمى اذهب واغتسل في بركة سلوام ففي هذا الموكب البهيج والاحتفال الكبير فبعب الجر مي وبيرجع إلى منطقة الهيكل وبصب المي على المذبح على المذبح وسط هذا الموكب فطبعا هذا المشهد كان أمام الرب يسوع المسيح في يحنى سبعة قال ووقف يسوع في اليوم الأخير من العيد وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب كان بيتكلم عن الروح القدس وبيتكلم عن مياه أو أنهار بتجري من بطنه يعني رسالة روحية اللي بتتزامن مع نبوة الشعياء والنبوات في العهد القديم فأخذ هذا الحدث من يعني ملء الجرة بالماء الجرة الفضية إلى شخص المبارك إذ يقول فليقبل إلي هو الموضوع هو الأساس هو طبعا الشخص اللي الوحيد الذي يستطيع أن يعطي الماء الحي كما قال في يحنى ستة آية خمسة وثلاثين أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا لكن الحدث الثاني المهم طبعا في نفس المكان على فكرة قريب من رواق النساء في منارة هو أكتر من منارة فبيشعلوا أو بيضووا هذه المنارات وبتكون يعني نور بتشوفها من كل النواحي بتشوفها من جبل الزيتون شرقا بتشوفها من يعني من وادي قدرون بتشوفها في البلد القديمة من جبل صهيون يعني بتشوف كل المنطقة منظر مبهج جدا هذا النور العظيم فالمسيح قال برضو في نفس المناسبة أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة خلي بالك هذا هو صياق الحديث عندما كان يتحدث المسيح مع اليهود وطبعا في الإصحاح الثامن من بعد معالج طبعا المشكلة المرأة الزانية قال لها ولا أنا أدينك بيتكلم عن الشهادات اللي بتتكلم عنه ثم حكى جملي مهم جدا قال في يحنى آية 24 8-24 فقلت لكم إنكم تموتون في خطياكم لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطياكم اقتباس عن يهوى في نبوة الشعياء فقالوا له من أنت فقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به واو فبيكمل بقول إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم لكن الذي أرسلني هو حق خلي بالك هو حق يعني لأنه اليوم التركيز على كلمة الحق وكلمة الحرية هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم طبعا فقال شيء آخر صادم مرة أخرى متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذن بردو بحسب نبوة الشعياء فحينئذن تفهمون إني أنا هو يعني أنا يهوى إيجو إيمي اللي هي نفس التعبير عن يهوى في آية ثلاثين مكتوب فبينما أو بينما هو يتكلم آمن به كثيرون فقال يسوع لاحظ هون في ثلاث فئات من الناس في الناس اللي آمنت بيسوع المسيح وفي ناس التي من الأصل غير مؤمنة بيسوع المسيح بل أرادت أن تقتل يسوع المسيح لكن هو بيتكلم له في أبو أول إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم وطبعا هون ابتدأ الجلل نحن لم نستعبد قط فلاحظ المسيح استخدم الفرصة حتى يعلن عن ذاته أنه هو يهوى إني أنا هو وفي نفس الوقت أنه مصدر الحياة عندما جاءوا بجرة الماء وسكبوها على المذبح طبعا برنموا بهدفوا من إشعياء إصحاح 12 الآية التي تقول فتستقون مياها بفرح من ينبيع الخلاص وفي نفس الوقت قال أنا هو نور العالم ثم في إصحاح تسعة خلق عيون جديدة للمولود أعمى وهذا إن دل على شيء هو معط الحياة هو مصدر الحق وهو أيضا النور الحقيقي كما يقول عنهم الكتاب المقدس فبينما يتكلم يسوع المسيح ويراقب هذا الحدث أعلن عن نفسه أنه هو يهوى أنه هو مصدر المياه الحية وأنه هو يعني يقبل إليها وأنه هو النور الحقيقي بالمقابل المنارة اللي كانوا بيضووها في رواق النساء أو عند رواق النساء بإعلانه أنا هو نور العالم فكل الصياق اللي أنا بتكلم عنه كان المسيح في الهيكل بحيث أنه من خلال هذا الحدث قبل اتعامل مع المرأة الزانية ولم يدينها ثم خلق عيون جديدة للمولود أعمى وهنا تحدث المسيح أنه يميز بين التلميز الحقيقي من التلميز الإسمي أو التقليدي يعني ببساطة التلميز الحقيقي هو الذي سلم حياته كلياً للمسيح واختبر الحق وهم الذين يثبتون في كلام المسيح ففعلاً يكونون تلميزة تلميز ولا يحدون عنها بل يتمسك بالتعليم في الإيمان الحق بينما كان اليهود لاحظ يزعمون أنهم يعرفون الحق لكن الحقيقة أحبائي لم يعرفوا الحق بل كانوا تحت العبودية قالوا لم نستعبد قط طبعاً بيتكلموا عن العبودية من يعني الروحية لكن حقيقةً هم استعبدوا إلى عدة شعوب نرجع لأيام أشور وبابل ومادو فارس مملكة فارس مملكة اليونان مملكة البطالصة والسلوقيين ثم الرومان ثم البزنطيين ثم يعني إلى يومنا هذا الحقيقة إنهم ما عرفوا الحق بل كانوا تحت العبودية كانوا عبيد يعني لم نستعبد قط فهذا واضح عبيد للجهل عبيد للكبرياء عبيد للضلال والخطيئة عبيد للتقاليد وحرفية النموس عبيد للخرافات بل كانوا مخادعين وقحين وكما سماهم المسيح قتله أي هذه صفة الشيطان لأنهم ادعوا التدين هذا هو السياق الحديث بحديث المسيح مع التلميذ يعني اللي آمنوا ولكن كانوا غير مؤمنين حقيقيين ما ثبتوا في الكلمة ولم يثبتوا في الحق كما قال الرسول يحنى ولم يثبتوا في يسوع المسيح إخوتي وأخواتي اللي بيعرف يسوع مكتوب اللي بيعرف يسوع بيعرف الحق يتخلص يخلص من الخطيئة يتحرر من الخطيئة والعبدية ويصير في النور ويسلك في الحق وينقاد بروح الله ليه؟ لأن الكتاب واضح ولكن الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا بالمقابل وأما الروح فيحكم في كل شيء في طيتوس الصحي الأول بقول لأجل مختاري الله ومعرفة الحق وتعرفون الحق فهنا بيتكلم عن المختارين الذين يعرفون الحق ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أعزائي مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم كثير ناس بتنادي في الحق وكثير ناس بتنادي في الحرية ولكن من خلال هذه الآيات الكريمة نستطيع أن نستنبط ونستشف أن الحق هو يسوع المسيح فالسؤال ما هو الحق بحسب كلمة الله وعلى فكر هذا السؤال سألوا بلاطوس البنطي الحاكم في وقت محاكمة المسيح في دار الولاية أخذ يسوع للداخل واكتشف كما قال لم أجد أي علة يعني استشف يعني شاف براءة المسيح والمسيح قال له يعني إرسالية المسيح كانت لأشهد للحق فعلى طول بلاطوس الخبير بالمعرفة سواء فلسفة اليونان أو الفلسفات المعاصرة فالكل يبحث عن المعرفة أو كمال المعرفة أو كمال الحق وهذا مكان يفعل أفلاطون وأرسطوف سقرات البحث عن الحق عن المعرفة والمكسيموم اللي قدروا يصلوا لإله هو ظلال لهذه المعرفة يعني شافوا وصلوا تقريبا إلى الحد لكن لم يختبروا هذا الشيء فالسؤال ما هو الحق وهذا كان سؤال بلاطوس أوليس عجبا بلاطوس بيسأل يسوع المسيح ما هو الحق وهو واقف أمام الحق أمام يسوع المسيح فهو المسيح الحق المتجسد فالمسيح هو تجسيم تجسيد لهذا الحق الحق المتأنس الذي صار بشرا فالمسيح أعزائي هو مصدر الحق وهو المقياس الكامل للحق وكل من يبحث عن الحق لابد أن يأتي إلى يسوع المسيح وهذا على فكرة مش أسطورة ولا مجرد أي كلام فعلا إذا في أي إنسان بيصلي من كل قلبه أريد يا رب أريد أن أعرف الحق ورين الحق أنا بأكد لك 150% لابد أن تصطدم بيسوع المسيح فإذا ما هو هذا الحق اللي بنتكلم عنه كلمة الحق هي كلمة كبيرة جدا ما هيش كلمة صغيرة وبتشوفها في إنجيل يحنى مثلا هو إنجيل الإيمان لكن في نفس الوقت هو إنجيل الحق فبتشوف هذه الكلمة متكررة في بشارة يحنى في الإنجيل المقدس وحتى كمان متكررة في رسائل يحنى الثلاث فبيتكلم عن شخص يسوع المسيح الذي هو الحق فإذا ما هو الحق بعيد عن التفسيرات اللغوية الكثيرة في القواميز خليني أكلمك عن الحق بحسب كلمة الله فالحق موجود في العهدين العهد القديم والعهد الجديد كلمة حق في العهد القديم تعني أميت وكلمة أميت يعني دائماً بتسمعها إذا أنت ساكن مثلاً في الأراضي المقدسة بأميت تقيد لي بأميت حكيلي بصراحة حكيلي بالحق حكيلي بالحقيقة يعني كاماً أو تعني الصدق يعني حكيلي بصدق هاي الكلمة المشهورة في اللغة العبرية اللي هي أميت في اللغة العبرية التجسيم للحق لكن في اللغة اليونانية برضو هاي الكلمة قوية جداً بتتمشى مع نفس الكلمة العبرية نفس الكلمة العبرية أميت اللي هي حتى مترجمة في العهد الجديد أميت ورح أقرأ آية أو اتنين ففي اللغة اليونانية الكلمة أليثية برضو بتتكلم عن الحق المتجسد في شخص المسيح يعني إن أردت أن تعرف الحق لابد أن تنظر إلى مقياس إلى مصدر هذا الحق اللي هو يسوع المسيح طبعاً من الكلمة أليثينوس بتتكلم الحق والشيء الجميل أنه هذا الحق هو مرتبط في صفات الله وتعطي التوازن والتناغم بين الصفات لاحظ يعني ترجموها بالعبرة في العهد الجديد ذي تدعو أتها إميت ذي هائميت تشحرير أتخيم وتعرفون الحق والحق تحرركم أو يحرركم وبرضو عندما قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا إلا بيه في اللغة العبرية أني هديرخ فيها إميت الحق يعني أليثينوس أليثية أني هديرخ فيها إميت فيها حييم الحياة يعني لا يمكن أي شخص أن يأتي إلى الآب إلا درخي درخي يعني طريقي إلا عن طريقي أنا فهو الطريق للآب وهو الطريق للحياة الأبدية والعجب أحبائي تصور وقال الله ليكن نور أول جملة قالها الشيطان في التشكيك أحقا قال الله يريد أن يشكك بصدق كلمة الله فكلمة إميت أو أليثينوس أليثية سواء بالعبر أو لأن تتكلم عن تجسيم هذا الحق المتأنس في شخص يسوع وسؤالي لكل واحد من يستطيع أن يتجرأ ويقول أنا هو الطريق أنا هو الحق أنا هو حييم الحياة من أي نبي أي رسول يستطيع أن يقول هذه الكلمات ويتحدى متحديا فإذا ما تحط ليش المسيح في مصاف رسول ولا نبي عشان تدافع عن نفسك لا لا كلمات يا إما تؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد أو لا تؤمن به إطلاقا لكن نبي وحكيم وصالح وصانع معجزات سيبك من هالخزعبلات لأنه يا بتكون مؤمن أو غير مؤمن وأريد أن أقول لرجال الدين المسيحيين اللي بيساوموا واللي بيتهادنوا على حساب الحق الكتابي أقول لهؤلاء انتبه ربنا يرحم أنه تبيع يسوع المسيح من أجل مسايرة فالكتاب واضح لا يتنازل ولا يساوم ولا يتهادن في هذا الموضوع فبيعطي التوازن التناغم بين الصفات فالحق بتشوفه في الكتاب مرتبط في الصدق تسادك نفس الكلمة ومرتبط بمخافة الرب طبعا الشخص اللي عنده حق عنده مخافة الرب لازم يتكلم الحق مفيش إشي اسمه كذب مفيش إشي اسمه كبائر وصغائر مفيش إشي اسمه خطية مميتة وخطية عرضية كل هذا من صنع البشر مفيش الخطية هي ضد الله القدوس ضد مجده وضد كمالاته وهي استهزاء في شخص الله وهي التعدي على حقوق الله فهو مرتبط بمخافة الرب اللي بيخاف الله بيسلك بالحق فالحق هو ضد الكذب وضد الضلال ضد التزييف ضد التحريف الحق دائما مرتبط بالقداسة والنزاهة والاستقامة شوف بسفر الأمثال شوف كلام دقود يعني امتحني يعني بقول حتى يشوف الاستقامة حتى يرى الله الاستقامة بتاعت دقود الحق مرتبط في الصدق في الطهارة والحق احبائي الشخص اللي هو قابل للمحاسبة كما يقول الكتاب وكما قال دقود اختبرني يا الله وامتحني مين اللي 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 مستعد يكون امام محاسبة هو الشخص اللي الذي يستغطيع ان يقول للرب امتحني شوف جربني فاذا الحق احبائي بتظهر كل هذه الصفات والتوازن فيها الحق ايضا مرتبط بالمعرفة مرتبط بالحكمة مرتبط بالفهم الحق مرتبط بالتمييز اللي عنده الحق شخص بميز معرفة الله واختبار الله الحق احبائي مرتبط بالمواقف الصحيحة يعني الشخص اللي بيتكلم الحق واللي بيسلك في الحق واللي بيعيش في الحق هو شخص او رجل او امرأة ذات مواقف سليمة مواقف صحيحة بنرجع للكلمة اميت الاثيا الاثينوس هذا الشخص اللي بيجسم حياة المسيح في شخصه بيعيش المسيح بيعيش الحق وهذه كل التوازن في شخص واعلانات المسيح انت بتكون شهادة حية صورة المسيح ومعاملة المسيح على الارض مشانك احباء هاي الكلمة قوية جدا 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 من ناحية كتابية مرتبط بالمواقف الصحيحة الحق احبائي مرتبط ايضا في النور فلا يوجد نور بدون حق ولا يوجد حق بدون نور خليني اعطيك بعض الامثلة السريعة في الكتاب المقدس مثلا يحنى المعمدان قال للملك هيرودوس انتيباس ابن هيرودوس الكبير قال له لا يحق لك ان تأخذ زوجة اخيك بعده على قيد الحياة ضد الشريعة كيف تاخد مرت اخوك لانه الشريعة بتحرم تاخد مرت ابوك ومرت اخوك وبتحرر تاخد مرت ابنك وبتحرر كل هذي محرمات في الشريعة فعم بيقول هيرودوس مش مسموح لك انك انت تاخد مرت اخوك وهو على قيد الحياة ولكن احبائي هذا الموضوع لانه قال الحق تعرف دفع ثمن مش في عندنا المثل العربي بيقول قول الحق او اتكلم الحق ولو على قطع رأس هاي قطع رأس يحنى المعمدان وحطوه على طبق لانه اتكلم الحق خليني ااخد شخصية دانية تانية دانيال دانيال واحد تمانية واما دانيال فقد جعل في قلبه ان لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه يعني كانه عاند ورفض كلام الملك لانه امن بشريعة الهي وهكذا احبائي دانيال فايام نبو خد نصر الرب رفعوا الى اعلى المستويات لانه كان عنده مبادئ كان بيسلك بالحق فايام بيلشصر حفيده لنبو خد نصر اخر حاكم او اخر ملك شاف يد كاتبة على الحائط ارتعب من الخوف اخيرا جابوله دانيال حتى يفسر الحلم ووعدوا بعطايا شو رد عليه قال له لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري والرب دان هذا الملك ودان المملكة في نفس الليلة جاءت مملكة مادو فارس اخدت مملكة بابل فايام داريوس الفارسي اضطر انه بسبب موقفه الدينة وصل علنا وضعوه في جب الاسود ولكن الله انقذ من جب الاسود عاوز اوضح شيء هؤلاء الاشخاص الرجال كان عندهم مبادئ لم ينقضوا عهدا اوكي ما استخدموش شيء اسمه الطقية مع كل احترامي انك تخفي الامر ما انت في السبي يعني هو حد شايفك حد خليك لما تقوى لما تقوى تعمل اللي بدكياته لا كان رجل مبادئ امن بإلهه كان واضح سواء في جب الاسود سواء الفتية التلاتة اللي قالوا لنا ابو خد نصر يا نبو خد نصر لا يلزمنا ان نجيبك في اله اللي احنا منعبده وإلا فليكن معلوم يعني احنا مستعدين انفوت النار لم يخفو الامر لم يسايره لم ينتهز فرصة حتى تكون فرصة افضل واللي اقوى كان يسلكه في الحق في النور في الطهارة في القداسة في النزاهة في الاستقامة والكل اللي حواليهم عرفوا وبالعكس على فكرة بسبب هذه المواقف كل هذه الملوك نبو خد نصر وحتى امه لبايلة شصر وبايلة شصر وداريوس وكورش كل هذه الملوك تأثرت بمواقف هؤلاء الرجال ماذا اقول عن يوسف طب كان شاب كان ممكن يمارس الخطية مع زوجة فطفار ولكن احبائي قال يوسف لانه كان طاهر كان طاهر كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله شاف ما هو اللي بيسلك في الحق بخاف الله شفت التوازن في الصفات عارف انه فيه اله شاير وعارف في نفس الوقت فيه مكافأة الهية ويوسف اللي انقذ مصر وانقذ كنعان وانقذ كل الشعوب المجاورة حول مصر بسبب امانته فاميت كمان بتعني الامانة الاستقامة الصدق والحق ايضا ماذا اقول احبائي عن موسى في اعلى المناصب مكتوب عن موسى موسى بالامان موسى ترك مصر غير خائف من غضب الملك لانه تشدد كأنه يرى ما لا يرى تعرفوا ترك مصر وعارف ان فرعون اقوى رجل على الارض سوبر باور لكن برضو كان خاف الله ماذا اقول عن اليا في ايام اخا بقال انت بيتك اللي كدرت انت تربل ميكر انت اللي بتعمل كل هذه المشاكل رجال وقفت امام ملوك بنزاهة باستقامة بحق باميت بالثينوس تجسيم لهذا الحق احبائي وامثل الكثير في الكتاب المقدس فضلوا الموت والخسارة وكل شيء بقول حاسبا عار المسيح عن موسى غنى اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازة عاوز اكمل هذا الحديث بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا اعزائي المشاهدين مكتوبة تعرفون الحق والحق يحرركم فالحق هو اعلان ذات الله الحق احبائي مثل ما قرأنا هو من الله هذا الحق هو حق مطلق والمسيح تجسيد لهذا الحق فاذا هذا الحق لا يتغير فهو ثابت بثبات الله الله لا يتغير وهذا الحق هو صالح لكل الاوقات ولكل الازمنة يعني ما فيك تقول هذا الحق اه كان في العهد القديم هذا الحق كمان يعني في هذه الفرصة فالحق المطلق هو من اه الله اما الحق النسبي هو حق يعني شو اسميه حق انساني حق بشري حسب الوضعية حسب المناسبة هذا الحق يقول ما هو حق اليك مش بالضرورة ان يكون حق اليه لكن الكتاب يوضح المسيح هو الحق كما قال انا هو الطريق والحق والحياة مكتوب ايضا اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار لاحظ الكلام النموس بموسى اعطيه يعني فيه شخص اليه اعطى اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار كما مكتوب والكلمة صار جسدا النعمة والحق صار بيسوع المسيح احبائي ايضا في آية 14 انا اكتبست مملوءا نعمة وحقا يعني رأينا مجده مملوء نعمة وحق ايضا مكتوب في كلمة الله اما الرب الاله الحق في رسالة يحنى الاولى اما الرب الاله الحق هو اله حي وملك ابدي فالمسيح يعني هاي الاية على فكرة موجودة في اعتقد في ارمية عشرة اعتقد بس مقابلها في بالعهد الجزيد المسيح هو الملك وهو الحق وهو الحياة الابدية كما قرأنا يحنى 14 واية 6 لكن برضو في رسالة يحنى الاولى اسحاح 5 والآية 20 اسمع ما يقول الكتاب المقدس ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الاله الحق والحياة الابدية فالحق هو الكشاف الاعظم الذي يظهر الامور على حقيقتها رح ااخد مكالمة او اتنين بعدين بستكمل الحديث خليني ااخد المكالمة الاولى الاخت فريال من من بريطانيا اهلا وسهلا اخت فريال تفضلي الو اخنزار سلاما ونحن المسيح معا الرب يبارك يبارك حياتك ويباركك ويباركك الرب يسوع لهم كل المجد لا يعطينا الحرية لنفعل ما نريد لكن الرب يسوع لهم كل المجد يحررنا من الخطي والخداع الشيطان ومكره لان الرب يسوع نفسه هو الحق وهو مصدر الحق وهو المقياس الكامل لما هو حق وهو المخلص ليت باحد غيره الخلاص وخلاصنا نشكر الرب ايضا حررنا خلاصنا غير مكيد بشرائع ولا قوانين ولا عمال لكن هو عطية مجانية من الله بالنعمة أنتم مخلصون وليس بعمال كي لا يستخر أحد أخني زار عن ججار أخت مثلنا حبيبة عزيزة على قلبي دائما أنا أزور وأشهد عن الرب يسوع دائما أسمع تقول يا حق يا حق فأنا مرة سألت وقلت يا أختي ماذا يعني تقصدي لكلمة الحق قالت يعني يا الله قلت شفتي حبيبتي يسوع هو الله الظهر بالجسد لأن هو قال عن نفسه أنا هو الصريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الآب إلا به وتعرفون الحق والحق يحرر فيسوع المسيح له كل المسيح هو الله الظهر بالجسد والرب يمس القلوب ويفتح الأيون تكون هذه الحلقة تبق بركة لكل يميح يقلون بالرب يسوع وبالحق قلاص الرب يسوع شكرا جزيلا شكرا ربنا يباركك يا أختي وشكرا كثير على هذه المداخلة أخذ كمان مكالمة من بريطانيا الأخت نهال الأخت نهال من بريطانيا تفضل أخت نهال أهلا وسهلا فيك سلام ونعمة يا حضرت الأفسيس نزار ربنا يبركك ويبرك كلماتك بتاعت النهاردة بجد ويعودك تعب حبيتك أضعاف أضعاف بإسم يسوع أنا عندي تعليق هقوله بسرع وعندي سؤال فعايز أعلق على الآية اللي حضرتك قلتها النهاردة تعرفون الحق والحق يحرركم لو أنا بقول أني عرفت الحق لكن ما زلت مقيدة بأمور كثيرة وقصت بالأمور دي خطايا بمعنى لو أنا كنت أمين مع نفسي وحسبت نفسي وقلت أن أنا بتعرف على الحق بل متعرف على الحق وعلى الإله الحقيقي لكن ما زالت خيطايا زي ما هي بشتم بحلف بتفرج على أفلام إباحية بخون زوجي أو زوجتي بجذب بقعد في عادات ننيمة بتكلم واجرح الناس وإلى آخره من الخطايا يبقى لازم أحط على الحق اللي أنا بقول أن أنا بعرفه علامة استفهام كبيرة جدا ليه لأن برنامجنا اليوم بيقول بكل فراح أن يسوع المسيح هو الحق بل هو مصدر الحق وهو الصادق اللي ما بيجذبش بجميع الأديان هو قال أنا هو الطريق والحق والحياة ويسوع لما بيدخل القلب بيغيره من جوة من الداخل مش بيعمل صريع عملية ترقيع لا ده بيخلق قلب جديد قلب بيكره الخطيئة قلب عايز يفرح خلقه أصلي أنه بعد البرنامج ده كل مشاهد يجري على الإله ويقول له زي ما داود النبي قال له قلبا نقيا اخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي عشان كده نفسي يا حضرة الأسيس نزار تقول كلمة أو نصيحة لمشاهد عاش مجدوع السنين هذه عددها ومعتقد أنه بيعرف الحق وبيعبد الإله الحقيقي إيه اللي يعمله بصورة عملية وعلى الله ممكن يقبل أي حد حتى لو في عمق الخطيئة ومعليش زي ما تسألت سؤال هحط لحضرتك زي ما هو لو أنا مشاهدة غير مسيحية ومعرفش أنه المسيح هو الحق الوحيد زي ما حضرتك قلت ليه الله ما يحسبنيش على قدر معرفتي لأني أنا أخلصت ديني وعملت ما يمكن عمله من أعمال صالحة وحسنة فما يغني علي ضمير عملت قدام الله هل هذا ليس كافيا ورب يباركك ربنا يباركك شكرا كتير على المداخلة خلينا أقول يعني أنه رح أخذ كمان حلقة الأسبوع القادم حتى تكمل هذه الآية بس الرب يسوع اتكلم مع اليهود وهدول اليهود كانوا متدينين ولكن للأسف كانوا مخدعين وبعدين قالوا لم نستعبد قط قال يسوع من يفعل الخطية يعني اللي بيفعل هون بيتكلم بشكل استمراري يستمر بفعل الخطية هاي الصيغة في اللغة الأصلية من يستمر بفعل الخطية فهو عبد للخطية فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا أي نبي في هذا الوجود قال أنا هو الحق أي رسول ادعى هذا الحق طبعا ولما بتشوف حياة يسوع المسيح الكامل لما بتشوف يسوع لم يفعل خطية ولم يعرف خطية ولم توجد فيه خطية مش بخلينا نتساءل طب أنا مين أتبع الحق يعني هي واحدة من أسماء الله والحق مش بس صفة هي بتتكلم عن شخص الله وشخص الله هو الحق فلما الناس بتنادي يا حق يا حق معناته عن بناده الله عن بناده يسوع المسيح فإذا ما يكونش الإنسان مخدوع عايش في خطية فالله هو الذي يرى الخفاء والقلب من ثمارهم تعرفونهم فإذا أنا بدعوك اليوم أنه فعلا تخط قرار قرار حاسم في حياتك أنه ما تعيش بمعرفة اسمية أو تقليدية لكن اختبر الحق واختبر الحياة واختبر الحق هذا الحق يخلص هذا الحق يخلص فهي صلاة اليوم لإلك أنه تختبر خلاص المسيح ولكن يعني خدها من الآخر إذا أنت بتحب الحق وتبحث عن الحق رح تيجي ليسوع المسيح خليني أخد كمان مكالمة أهلا وسهلا أبو مهند اتماعنا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند تفضل تحية محبة لأخي وحبيبي شهيد ربنا يباركك شكرا كتير أبو مهند تفضل كلمتي تقو أطية النعمة لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان ليس من أعمال كي يفتخر أحد أفاس 2 8 9 أعودني متى من الزمن أدرك ثلاثة دروس أولا أدركت أني لا أستطيع أن أفعل شيئا لكي أستحق الخلاص والحياة الأبدية ثانيا اكتشفت أن الله لا يطلب مني أن أفعل أي شيء لكي أربح خلاصه ثالثا تعلمت أن الرب يسوع تم العم لكي يؤمن الخلاص الأبدي وكل ما أحتاجه هو أن يد يدي الإيمان واتاخذه لنكفي لأن الخلاص ليس مكاف على عمل قمت به بل إنه عطية النعمة التي علي أن أقبلها بكل تواضع كنت لم أخط هذه الخطوة بعد أثق بالمسيح واتخذه مخلص الشخص الآن أسأله أن يطهرني من خطايات ويقول كل خطوة من خطوات حياتي عند إذن سأختبر نفسي قيمة عطية النعمة لأن الخلاص ليس شيء نحققه بل شيء نناله وأجمل تحية لحبيبي نزار شهيد شكرا شكرا أبو مهند ربنا يباركك ويكافأك شكرا كتير على المداخلة أحبائي الحق هو اللي بيكشف وهو اللي بينير الحق بيظهر صفات المسيح وكملات المسيح وأخلاقيات المسيح الكاملة الحق بيظهر لنا عدالة والصدق المسيح بالمقارنة مع الفرسيين المتدينين اللي أرادوا أن يرجموا المرأة بدون الرجل وأرادوا أن يتخلصوا من المسيح لأنه شفى مولود أعمى في يوم السبت يعني كانوا بتمسكين بحرف النموس ولكن مش بروح النموس لكن الحق من ناحية أخرى بيظهر لنا محبة المسيح وأفكاره الطاهرة والصالحة تجاهنا أحبائي الحق هو الترياق هو العلاج لسم الجهل يسوع هو الحق مش بس يسوع هو الحق مكتوب عن الروح القدس هو روح الحق الذي لا يتكلم إلا ما هو حق مش بس هيك كلمة الله كلامك هو حق كلمة الله هي كتاب الحق فكر الرب هو فكر الحق فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق ففي هذه افتكروا فإذن أحبائي هذا الحق له عمل عظيم جدا الاستنارة من خلال الحق في يحنى 3 اسمع ما يقول كتاب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله لاحظ وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة ما عندش خوف خلاص كل شيء واضح نور خلاص الإنسان اللي فيه نور ينير كأنوار تضيئون في هذا العالم كما يقول الكتاب المقدس هو نور الحق فالحق مرتبط بالنور والنعمة كمان مثل ما سمعنا من أبو مهند النعمة بتبهج بتفرح القلب ولكن الحق هو الذي ينير السبيل مكتوب في رسالة يحنى الثاني آية أربعة سالكين في الحق ثم مكتوب أن نحب الحق وأيضا مكتوب والعمل بالحق قال يسوع دينونتي حق والعبادة ينبغي أن تكون بالروح والحق الحق أمام كل ضلال كل تزييف كل خداع كل رياء كل كبرياء قال يسوع وتعرفون الحق والحق يحرركم هذا ما أريد أن أقول حبائي بما أنه الوقت أزف الأسبوع القادم بنعمة الرب رح أتكلم عن الحرية اللي الكل بينادي وبتغنى في هذه الحرية ولكن أريد أن أقول في الختام أحبائي لربما أنت مخدوع من ناحية الدينية وتتستر بستار التدين ومظاهر التدين الخارجي الحق هو اللي بيكشف والنور هو اللي بيطلع كل الأمور إلى إلى النور فاليوم أحبائي وأنت بتسمع الكلمة هل فعلا عم تسلك بالحق هل حياتك فيها استقامي هل عايش خدعة هل عايش في مظاهر تدين ولا في من جو جروح وخطايا وماضي أثيم تعرف حبائي مكتوب الحق يحرر والحق أيضا يخلص والحق يأتي بنا إلى يسوع المسيح شو رأيك تيجي إلى يسوع كل ما عليك تقوله يا رب ارحمني ارحمني أنا الخاطئ أنا بعترف بخطيتي بعترف بفسادي بعترف في ظلمتي بعترف في كل الماضي في كل إثم بعترف يا رب أنا بتوب اليوم سامحني على كل خطي طهرني من كل إثم صليها قل له اغسلني بدمك الكريم صلي قل له يا رب أنا بعطيك حياتي اليوم وبسلمك حياتي حتى تكون مخلصة وربي ومالكي وسيدي أعزائي إذا صليت من قلبك الرب قبلك لأنه بحبك وبحب أسمع منك الرب يكون معا اشتركوا في القناة